اشتركوا في القناة احتمال لزخات مطارية تكون تحت وقرود محملة بحبات من البرد نفس الأجواء على مناطق الجنوب الشرقي مرتفعة الهوغار والتاسيلي وصولا إلى مناطق أقصى الجنوب للإشارة فقط تريح ستشتد على كل من الصحراء الوسطى مناطق الجنوب الشرقي إلى غير شمال الصحراء لتلتحق على هضاب العليا الغربية ستعمل على تطاير الرمال ننتظر خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد مقاييس ما بين العشرين إلى 23 درجة الوجهة الشمالية 32 درجة على كل منتين دوف بن عباس كذلك غردية بسكرة 36 درجة على الصحراء الوسطى ولن تتعدث 28 درجة على مرتفعة الهوغار والتاسيلي خلال يوم الغد درجة الحر القسوى في ارتفاع تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة الهضاب والمرتفعات ننتظر 43 درجة على غليزان مع سكار وشلف 38 درجة على عاصمة بومردس تيبازا كذلك السواحل الشرقية تصلغة 45 درجة على بشار 38 درجة فقط على تمنرسة لكن دائما تنبيسة للمفعول من المستوى الثاني على الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي كذلك أقصى الجنوب على كل منتين دوف بن عباس 600 من أدرار إن صالح برج بجموختار درجة الحارة تصلغة 50 درجة تحت الظل أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ على السواحل الشرقية سباحة مسموحة راية خضراء إن شاء الله درجة حارة مياه معتدلة أما على الوجه السحلية المسطى وكذلك الغربية في البحر إن شاء الله سيكون قليل الاتراب يجب أخذ الحيطة وقت غرب الشمس على مستوى العاصمة اليوم الغد الخامس من جوليا عيد الاستقلال إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام الثامنة وتسع دقائق أشكركم على المتابعة المجد والخلود لشهدنا الأبرار والسلام عليكم